بسم الله الرحمن الرحيم من مقتضيات الكمال والوصول إلى مقامي ثم دن ملمح العظمة في شخصية الإنسان ونحن حينما نلاحظ حياة العظماء وقادة المجتمعات وبنات الحضارات الإنسانية نجد أن حياتهم هي عبارة عن سلسلة من حلقات العظمة منذ مبدئها إلى منتهاها فيخبرنا التأريخ مثلا وكذلك القرآن الكريم عن العجائب والمعاجز التي كانت ترافق ولادة بعض الأنبياء مثلا نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك الجو الخانق الذي كان فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل ولد نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وحفظه الله تبارك وتعالى إلى أن بعثه والنبي صلى الله عليه وآله يحدثنا التأريخ أن ولادته رافقها بعض المعاجز والعجائب كارتجاج إيوان كسرى واهتزازه وسقوط أربعة عشر شرف منه وخمود نار فارس التي لم تخمد منذ ألف عام وجفاف بحيرة ساوى وسقوط الأصنام التي كانت حول الكعبة هذه العجائب ما هو الهدف منها إلى ماذا تشير هذه العجائب يذكرون هدفين الهدف الأول أن يفكر أولئك الجبابر وأولئك الوثنيون أن يفكروا فيما هم عليه من الضلال كيف تهاوى هذا البناء المحكم مع أن البيوت المحيط به لم تتأثر هذا فيه إشارة إلى أن حدثا عظيما قد حصل نار فارس التي لم تخمد منذ ألف عام التي كان يتعهدها السدن والكهن لكي لا تخمد لأنها ربهم الرب إذا عدم لا يعبد فلهذا لا بد من الحفاظ على تلك النار حينما ولد النبي صلى الله عليه وآله خمدت وكلما حاولوا إشعالها لا تشتعل الأصنام التي كانت في الكعبة تهاوت وتساقطت ولم يسقط في الأشياء التي حول الكعبة إلا الأصنام هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن هناك عصرا جديدا قد ولد عصر التوحيد ونبذ الوثنية وزوال السلطة الشيطانية هذا أولا الهدف الأول الهدف الثاني بطبيعة الحال لبيان عظمة المولود هو ليس كأي مولود من الناس إنما هو أشرف الخلق إنما هو أعظم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله إذن لبيان عظمته رافق ولادته هذه أو رافق ولادته هذه العجائب فهنا النبي صلى الله عليه وآله حينما تقرأ سيرته وأنه نهض بكل عزم وبكل شدة في محاربة الوثنية إذ قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه بالإضافة إلى ما رفق ولادته من هذه العجائب وهذه الأسرار يدل ذلك على صدق دعواه صلى الله عليه وآله لهذا النبي هذه العظمة بدءا من حياته أو بدءا من ولادته وإلى منتهها النبي صلى الله عليه وآله بهذه العظمة وصل إلى مقام ثم دنى